كتاب القسام في بيان لها تمكن مقاتليها خلال مواجهات حي الأمل غربيخ مدينة خان يونس من تفجير واستهداف أربع دبابات تبع على الاحتلال الإسرائيلي وجرفتين عسكريتين بقذاف اليسين 105 إضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل بقذفة تي بي جي مضادة للتحصينات وإيطاع أفرادها بين قتيل وجريح كما قاموا بقنص جنديين اثنين ما أدى إلى مقتلهما